بالنسبة لقول الله تعالى الحريك تسألي عنه وإذ قتلتم نسة ومفدى رأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني الآية هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبيؤكد عن أنه مظهر للناس حقيقة الذي تخفونه في أنفسكم أيها القتل اللي كان مخاطبين بهذا الكلام من معرفة القاتل لأن القصة دي كانت نزلة في نفر من اليهود قتلوا ابن عمهم الوحيد عشان يورسوه ورحوا حطينه كده طرحوه في مكان عند قم يأخفوه يعني وجاءوا إلى سيدنا موسى يقولوله احنا عايزين دم ابن عمنا يعني عايزين التار بتاعه يطالبوا بدم ابن عمهم بهتانا وظلما وهم اللي قتلينه وأنكروا أنه هم من قتلوا فبالتالي هنا الآية ده سياقة حريك بتقولي أنه هم دبحوا البقرة ولم يقتلوا هم قتلوا النفس بنص الآية وبالتعبير القرآني قتلوا هذه النفس قتلوا ابن عمهم ودبحوا البقرة فما فيش خلاف حضرتك اللي يعني أشكل عليك الأمر لكن بالتعبير القرآني جاء التعبير قتلتم نفسا يبا جاي على النفس التي قتلوها ودي سبب القصة واللي ذو بيحت هي البقرة يا صاحبة السؤال الست الصباح اشتركوا في القناة